السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم قناة اجيال الاندلس مصادر بالتعليم يا جماعة بتوضح اجراءات الامن بالليجان السنوية العامة طبعا خلاص بكرة او اللي والنهاردة اخر يوم لأولى سنوي فبالتالي خلاص الوزير فضاء لتالت سنوي والدبلومات برضو خلاص خمس سنة تخلاص احتمال بكرة اللي والنهاردة خلاص معتش الى تالت سنوين اتجه بقى لتالت سنوين نشوف ايه اللي بحصل له وايه هيعمل ايه دكتور طاري شاول مصادر داخل الوزارة بتقول ان فيه اجراءات اتخذتها الوزارة عشان تقدر تأمن امتحانات السنوية العامة اللي ان شاء الله هتبقى يوم تمانية ستة واشارت المصادر لانه تم تخصيص خمس افراد امن بكل لجنة ركز بس ولاحظ كده على اللي هيحصل خمس افراد امن داخل كل لجنة لكل منهم عصى الكتروني ستورها يا رب عشان يدري فتش الطلاب قبل الدخول واستخراج اي جهاز الكتروني بحوزته بيعملوا كده برضو مفيش فايدة بتصرب الامتحانات وبدخل الطالب برضو بالتلفون وفيه تلفون دلوقتي انا كنت عرضه على اجيان ده اسم نوعات تلفون صغار جدا قد السابع ندام حضارتك ده ولفت لان الامتحانات تقض ب 1819 لجنة على مستوى الجمهورية وتقدم اليها حوالي 665 الف طالب وطالب وتنطلق الامتحان ان شاء الله يا جماعة اعتبرا من يوم 8 يونيو المقبل وتستمر حتى 3 يولو المهم اي جديد ان شاء الله من هنا وراحة هيبقى فيه سنوية عام خلاص ولا سنوة برضو هنستنى الجديد ايه ان شاء الله واي جديد ان شاء الله هيبقى موجود اي حاجة خاصة بالتعليم عموما يعني من قول ابتدائي من الحضانة لغاية الكليات ان شاء الله اول باول يبقى ده كان مصادر مسؤولة داخل وزارة اكدت لنا الكلام ده كله والحمد لله تم رصد الكلام ده يعني فيه خمس افراد داخل كله لان خلي بالكم ركزهم اصحهم فوقهم عدش وقت ركزوا يا الله ونستعد ان شاء الله عايزة نخش كلها نظيفة ونستعد للي جاي كان معكم اسامة رزي مؤسس اجيال الاندلس ان تزورنا في كل جديد وكل اكيد فعل الجرس عشان يصلك كل جديد ان شاء الله اشترك في القناة حتى يصلك جميع اشعاراتنا اول باول كان معكم اسامة رزي مؤسس اجيال الاندلس في امان الله اشتركوا في القناة